وعدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن تساهم الولايات المتحدة مع الدول الكبرى في تقديم 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على محاربة التغير المناخي أجواء في الجيد ساقعة تستقبل قادة العالم عند وصولهم إلى مطار كوبنهاجين وربما كانت هذه دلالة على مدى تأزم الأمور في مؤتمر قمة المناخ والتي وصلت إلى درجة استدعت مشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وتقديمها الاقتراح المالي لحث الأطراف المختلفة على التوصل إلى اتفاق أما الشروط الأمريكية لإنشاء مثل هذا الصندوق المناخي فهي أن يخصص ريعه لحماية الغابات وتأقلم الدول الفقيرة جدا مع التغيرات المناخية وهذا تلميح واضح باستثناء الصين التي وصفتها كلينتون بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثانيا أن تتوصل الأطراف هنا إلى اتفاق عريض وبمشاركة النظم الاقتصادية الرئيسية في العالم وثالثا أن تتخذ إجراءات فورية من قبل الجميع للتعامل مع مسببات التغيرات المناخية وأخيرا وليس آخرا أن تمارس الشفافية في التطبيق من خلال نظم تحقق دولية وهو أمر ترفضه الصين والهند معها موافقة الكونغرس لأي اقتراح من الإدارة هي أمر ضروري هذه الحقيقة أكد هنا السيناتور الجمهوري جيمس انهوف وهو من أكبر المشاككين في تداعيات التغيرات المناخية لماذا سنعطينا في الولايات المناخية لتعطيهم 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 بعض الأطرافات عندما قمت بعمل 800 مليون دولارات من المناخ هذا فقط لا يفهم نحن لا سنعطي أي شيء إذا كانت اقتراح للمناخية أو إذا كانت المناخية للمناخية للمناخية وبالرغم من هذا العرض المالي لأن جعل كلينتن للشفافية والتحقق الدولي من تطبيق التعاهدات شروطاً أساسية للتوصل إلى أي اتفاق هنا أثار التكاهنات بأن الرئيس أوباما قد لا يقدم إلى كوبنهاجن إلا أنها قالت أنه سيقدم إذا ما وجده ما يقدم بشأنه من قاعة مؤتمرات بلا سنتر طلال حاج العربية كوبنهاجن ويبقى معنا طلال الحاج موفدنا إلى كوبنهاجن طلال إلى أين تتجه الأمور في القمة إلى فشل كما يرى البعض أم إلى توصل الاتفاق في واقع الأمر خرجت لتول بالاجتماع لبعض الصحفيين مع الأمير العام بن كيمون وأعلن لنا عن تفاؤله بالتوصل الاتفاق سألته ماذا إذا لم نتوصل الاتفاق هنا فقال لا بد أن نتوصل الاتفاق وسنتوصل إليه هناك تفاؤل كبير من قبل العام بن كيمون قال أيضا للأسف أن هذه المحايفات بدأت بصورة بطيئة ولكن مشاركة 130 قائد من العالم سيسارع فيها في خلال 24 ساعة القادمة الليلة ستكون طويلة من المفاوضات ولكنه متفائل جدا بالتوصل الاتفاق يظهر أنه يعلم شيء لا أعلمه أنا قال إنه لم يتمكن 130 رئيس دولة لم يتوصل إلى اتفاق فمن يتمكن؟ هذا كان جوابه لي على سؤالي تحدثت بعد ذلك إلى روبرت أور المستشار الخاص للأمير العام وكبير المفاوضين بالنسبة للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية فأكد لنا أن عملية تحديد المئة مليار دولار من قبل الأمم المتحدة أعطى ديناميكية جديدة لهذه المفاوضات وهذا كان فعلا أيضا ما قاله الأمير العام قبل ذلك أكد لي أن المبلغ هذا ستحدد حصصه فيما بعد ولكن عشرة ملايارات دولارات تم تحديد حصصها وأنها ستكون مهمة جدا هذه ستكون متوفرة بحلول 2012 للدول الفقيرة والنامية وقال أنها ستكون مهمة جدا بالنسبة إليهم أما المئة مليار دولار فهذه ستكون متوفرة بحلول عام 2020 وصف المشاركة التاريخية لم يسبق لها مثيل بالنسبة للقادة وقال أنها ستكون ليلة طويلة ناقشنا النقاط محددة تهدد بإفشال هذه المحادثات مثل عملية إسرائيل والمتحدة على شفافية قالنا الأمريكان والصينيون مجتمعون على طوال الوقت الآن التواصل الاتفاق حول هذا الموضوع بالنسبة للأموال هذه المساعدات الصين تريد حصة منها فقلنا ماذا ستفعل الوات المتحدة التي تصر تستفيد الصين من هذه الأموال قال أن الصين قالت أن هذه الأولوية للدول الفقيرة والنامية وتأتي هي في آخر الخط أين موقفها متسامح ومتساهل في هذا الشين كل المؤشرات تشير إلى قرب التواصل الاتفاق وهذا الأمير العام سنعود إليك أتباعا لتضعنا في صورة ما يدور هناك طلال حج موفدنا إلى كوبنهاجن شكرا جزيلا لك أفاد مراسل العربية في كوبنهاجن أن الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون متفائل جدا بتوصل رؤساء الدول المشاركة في قمة المناخة بتوصلهم إلى اتفاق على عكس ما كان يتوقع الكثيرون كما أكد مراسل العربية أن تحديد مبلغ 100 مليار دولار كإعانات أعطى دينامكية جديدة للمفاوضات مشيرا إلى أن محادثات تجرى بين الولايات المتحدة والصين للتوصل إلى حل بشأن رفض واشنطن حصول بكين على حصة من هذا المبلغ مشاركة القادة في مؤتمر قمة كوبنهاجن يبدو أنها بدأت في إذابة جليد جمل الخلافات بين مفاوضيهم فوفقا لراعي المؤتمر الأمين العام بانكيمون فإن المحادثات بدأت بطيئة إلا أنها تسارعت كثيرا وأنها بالرغم من تعقيدها ستوصلنا إلى اتفاق أنا لم أرى أي شيء الذي يظهر أن نستطيع أن نستطيع تسارع القادة في كوبنهاجن هناك أكثر من 130 مؤتمرين الأمين العام أكد لنخبة من الصحفيين أن الدول الرئيسية قدمت جميعها تعهدات بشأن خفض انبعاث الغازات ووضعت التزاماتها المالية على الطاولة أما بالنسبة لاقتراح صندوق المائة مليار دولار الذي أعلنت عنه وزيوة الخارجية الأمريكية فوصفه بأنه اقتراح مشجع جدا وقبل خروج الأمين العام من القاعة سألته العربية ماذا إن لم نتوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن فأجابني بأنه لا بد لنا من التوصل إلى اتفاق جلسنا بعد ذلك الحديث إلى كبير مستشاري الأمين العام لملف التغيرات المناخية الذي أكد لنا أن حلولاً أوجدت الآن لعدة نقاط معلقة كبير مستشاري الأمم المتحدة للتغيرات المناخية أكد العربية ثانية أن قمة كوبنهاجن ستمخذ عنها اتفاقية سياسية تاريخية من قاعة مؤتمرات بلا سنتر طلال حاج العربية كوبنهاجن ترجمة نانسي قنقر